بحثت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في اجتماعها الدولي الاعتداء الإجرامي على ميناء الضب النفطي بمحافظة حضربوت وأكدت الهيئة على أن القوات المسلحة الجنوبية وقيادتها وشعب الجنوب الداعم لها أن يقفوا مكتوفيا الأيدي تجاه اعتداءات بلشيات الحوثي كما وقفت هيئة الرئاسة في اجتماعها أمام جملة من الأوضاع والمستجدات على الساحة الوطنية واجبهات القتال للدفاع عن أرض الجنوب مجددة مطالبتها لحكومة المناصفة القيام بواجبها بصرف مرتبات القوات العسكرية والأمنياء التي تلقن البلشيات الحوثية أقصى الدروس والهزائم في ميادين الشرف والمواجهة المباشرة على امتداد حدود الجنوب